يعني وإن كان للأسف الشديد للأسف الشديد للأسف الشديد بقى قليل وبقى الفكر المضاد ليه الناس بتجاهر به بدون ما تتكسف وبدون خجل وبدون حياء وبدون ما تبقى حاسة أنها بتقلل من حجم انتمائها لكل ما هو مصري أو كل ما هو مشرف للعالم المصري يجب أن احنا نحييه عشان نأكد على قيمة ده وأهمية ده وزارع ده في الولاد الجديد الشباب الجديد اللي طالع اللي لسه بيتعلم يعني إيه انتماء ويعني إيه منافسة شريفة ويعني إيه لما يكون فيه أي كيان بيمثل مصر خارج الحدود لابد أن احنا كلنا نبقى وراءه في ظهره يعني على قلب رجل واحد زي ما بيقوله فعشان كده حبيت أن أنا هايلايت أو أكد على المعنى ده والرسالة دي وهو ده اللي أنا حب إذا كان فيه جزء من رسالتنا أن احنا نوصله للشباب الجديد أنه يوصل يا كابتن عمر ليه الروح الفردية كزام الكاوي ده حاجة تخصك وقت ما بيلعب ضد النادي الأهلي الروحك كمصري دعم للنادي الأهلي وأي نادي آخر في أنك هتقف جنب بلدك أو جنب ناديك اللي بيمثل بلدك في اللقاء نروح لمرحلة المطبات الصعبة لا مدش مطبات إن شاء الله يعني من يومين بصراحة كنت تباصص لمطش سيراميكا بالذات مطش سيراميكا يعني مطش أمبي ومطش الجيش يعني ما كانش فيه مشكلة مستر كولر يلعب بمين ويجرب مين ويرايح مين ويقعد مين الراجل يعمل زي ما هو عايز لكن مطش سيراميكا بالنسبة لي كونه المواجهة الأخيرة للأهلي في الدوري قبل ما يقفل صفحة الدوري الروح لدوري الأبطال لي مهم جدا واحد إنه العناصر اللي بعيدة ترجع تحط رجلها في الملعب وتاختح حساسات المطشات وتستعيد فورمتها العالية اتنين إنه يبقى بروفة حقيقية وانت عارف إنه المطشات غير التدريبات لمطش الوداد النهاردة الحسابات بتختلف والنهاردة أنا شخصيا بقول لا أنا أحافظ على لعبتي لقدر إصابة لاعب واحد ممكن يكون مؤثر أو غيابه عن مباراة الوداد ما يعوضهاش أي حاجة تانية حتى لو كانت خسرت الثلاث نقاط بص الزعم كولر يمكن أنا كنت مع حضرتك أولا ما كولر جيه وقلت لحضرتك أما أتكلم عن مباراة الصبر قال لك أنا جاي مصر وبلغوني مباراة الصبر مع الزمالك اللي هتتلعب كولر التدوير اللي عمله الروتيشن اللي عمله كان تدوير عام معرفة النادي الأهلي بالمدير الفني ومعرفة اللعيبة بإمكانيات كل واحد للمدير الفني بص المدير الفني بيعرف جميع النادي الأهلي ومجلس دارته مين المدير الفني تعقدته معاه واللعيبة بتعرف الراجل إمكانياتنا إيه دلوقتي كولر بيعمل تدوير مؤقت اسمه التلاتين لاعب كلهم جاهزين للمباراة حسين عبدالقادر تاو على طاهر أفشك قندوسي قهربة شريف رامي كل الكلام ده اسمه تدوير مؤقت الراجل شغال بي إن أنا أبقى عندي جاهزات للاعيبة كلها في نفس الوقت هو عنده نظرة بعيدة على الملف اللي أخفق فيه موسيماني إنه كان عينه على أفريقيا ومداش اهتمام لملف الدور العام الراجل بيقول لك أنا عندي مباراة بكرة فرق بينها وبين مباراة الوداد ست سبعة أيام منهم المباراة اللي بيبقى فيها الاستشفاء ثلاثة أربعة خميس جمعة خلاص خمس أيام خمس أيام أنت بتقول فيهم فيهم يومين أنت اليوم اللي بتشتغل فيه تاني يوم اللي هو بعد مباراة السراميكا وعندك اليوم اللي قبله المباراة اللي بتصحح فيه حاجات معينة الراجل هو شغال بيشتغل بملف اسمه بس الروح أنا عايز من المباراة التلاتة بنت وعايز أحافظ على العيبتي الراجل هو بيشتغل عارف هو ياخد إيه الناس كلها استغربت إيه الأداء اللي احنا شفناه في مباراة طلاقات جيش شوت أول عادي وبعد كده شوت شارس كولر بيقسم المباراة لتلات مراحل بياخد من المباراة بدايته في مباراة الطلاقات لجس النبض ثم أداء فرقته من أربعة اتنين تلاتة واحد وهو قبل كده كان بيلعب أربعة واحد أربعة واحد لنجاح مروان عطية الراجل بكرة هتشوفه شارس من البداية عشان يريح أكبر كدر ممكن هيبقى في دماغه أنه بيحضر لمطش الوداد طبعا هيبقى في دماغه أنه يقفل صفحة الدورة بقل خسار ممكن لا هقولك على حاجة هنشتغلها بمزام مختلف مش تقليني من اسم سراميكا أنا هشتغل بـ 35% من إمكانيات لعبتي أن أنا أبقى متطمن على أكبر كدر ممكن منهم عشان مباراة الوداد وفي نفس الوقت عيني على مباراة الوباب أخرج بالمباراة لبر الأمان بدون إصابات بمثلا قاله ديانج أخد منه وقت أخد من توق أخد من حسين وقت أخد من عبدالقادر وقت وهو نجح في ده في المباراة اللي فاتت بتاعة إنبي وبتاعة طلاق الجيش إدى رامي شوف إدى رامي على حساب مين؟ ياسر يبقى أنا دخلت رامي وياسر ومتولي وعب منعم الأربعة كويسين محمد أشرف اديت ونبض مباراة كاملة 92 دقيقة عشان أقل من الضغط عشان أدي أكبر كدر من الوقت للراحة اللي خاص بعلي معلول اديت خرد عبدالفتاح عشان أدي أكبر برضو قصة من الوقت الراحة اللي خاص بمحمد هاني وديت لمروان خدت منه وقت معين اديته في مباراة الإمبي وناس كانت مستغربة راجل بلعب فول تيم إزاي بس بعد مدة زمانية أسحبت بقى مفاتيح اللعب اللي أنا هتطر حمل عليها المباراة اللي بعد دي وديهم أكبر مساحة الأهلي في الفترة دي عنده من الكم ما يكفي من الكم أنا أقولتك حضرتك معاك خلينا أسألك